خليني أبدأ مع حضراتكم في اللي حصل النهاردة في النادي الأهلي كان فيه اجتماع مهم لمجلس الإدارة حرص المجلس في بداية اجتماعه على لقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الأستاذ العمري فاروق الذي وفته المنية يوم 26 يناير الماضي وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب في اجتماعه تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق يأتي ذلك تقديرا من مجلس الإدارة لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي الأهلي وللرياضة المصرية وعرفانا بحجم إخلاصه وعطاؤه على مدى سنوات طويلة أشهد الكابتن خطيب بالدور الكبير للفقيد الذي كان نموذجا للمسئولية والحرص على مصلحة وطنه وخدمة نادي إن شاء الله يقام حفل التكريم وتأبين للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة القادمة إن شاء الله عندما يتم الإعلان عن هذا الأمر سوف نعلن حضراتكم